اهلا بكم مشاهدين الى الحرة اليوم وساعتنا الاخبارية من واشنطن البداية مع العنب مع استمرار الاشتباكات المتقطعة في الحديدة المبعوث الاممي لليمن مارتن جرفيث يصل صنعاء لاستكمال التحضير لمحادثات السويد ووزراء اسرائيليون يتوعدون باحتلال قطاع غزة من جديد او اجزاء منه وبتصفية القيادي في حماس يحيى السنوار نتابع في الحرة اليوم في ظل الضغوط الامريكية على ايران العمال في الاحواز يستمرون بالاحتجاج ضد سياسات النظام الايراني والتأخير سداد مستحقاتهم وترامب يقول ان ابن سلمان ربما كان على علم بمقتل خاشقجي او على غير علم ويؤكد ان السي اي اي لم تتوصل الى سنتاج قاطع بشأن ظروف مقتله نبدأ النشر من العاصمة اليمنية صنعاء التي وصلها صباح اليوم مبعوث الامم المتحدة الى هذا البلد مارتين جرافث ومن المقرر ان يجري جرافث محادثات مع عدد من قادة الحوتيين في صنعاء لبحث فرص عقد مفاوضات سلام في السويد قبل نهاية العام لانهاء الحرب المستمرة منذ عدة سنوات والتي قتل فيها الالاف وقبيل وصول جرافث الى صنعاء اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة الحديدة اليمنية منتصف الليلة الماضية ووفق وكلات الانباء فقد سمعت اصوات الاشتباكات العنيفة في الاحياء الجنوبية والشرقية للمدينة المطلة على البحر الاحمر للليلة الثانية على التوالي تستمر الاشتباكات في مدينة الحديدة بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوتيين تصعيد يأتي قبل ساعات من زيارة المبعوث الاممي مارتيني جريفث الى صنعاء في محاولة لعقد مفاوضات سلام بين الطرفين الاشتباكات جاءت بعد هدوء النسبي شهدته المدينة قبل نحو اسبوع فيما عادت وعلت اصوات الرصاص والقذائف مرة اخرى في الاحياء الجنوبية والشرقية للحديدة وذلك بحسب ما افاد السكان المحليون وبعد حصوله على تأكيد رسمي من الحكومة المعترف بها دوليا بحضور مؤتمر ستوك هولم سيسعى جريفث في العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين لأعداد خريطة طريق لمشاركة الحوتيين في المحادثات المعارك في الحديدة كانت قد اشتدت في بداية نوفمبر الماضي قبل ان توقف القوات الحكومية بحسب قادة ميدانيين على الارض محاولة تقدمها في المدينة في ضل دعوات دولية لوقف اطلاق النار وفي اليمن ايضا حذرت مجموعة الازمات الدولية من تبعات انسانية وعسكرية وسياسية للحرب في الحديدة دعية المجتمع الدولي للتدخل لانهاء الحصار على المدينة ومنع تسبب في مجاعة قد يعاني منها الملايين من جهتها قالت منظمة انقذ الاطفال الانسانية اليوم ان 85 الف طفل يمني دون سن الخامسة قد يكونون توفوا بسبب الجوع والامراض منذ بدء الحرب في اليمن منذ اكثر من ثلاث سنوات وللوقوف على التطورات الوضع في اليمن ينضم الينا من صنعاء مراسل الحرة مختار شرفي مختار يعني مع وصول غرفث الى صنعاء لبحث موضوع مشاركة الحثيين في مفاوضات السويد هل كانت ضعنا بداية في الاجواء وما هي التحضيرات او المؤشرات الايجابية التي قد نقرأها من هذه الزيارة نعم فيما يتعلق بالجانب الايجابي في هذه الزيارة هو ما سبقها من حالة تغير في مواقف المجتمع الدولي باتجاه ايجابي نحو الضغط على اهمية وجود حل سياسي في اليمن وانهاء الازمة الانسانية الاكبر في العالم من صنع البشر في اليمن والتي اصبح حملها كبيرا وتبعاتها الانسانية والاخلاقية كبيرة جدا لا يستطيع احد ان يتحملها كما يبدو وكما تؤكد المواقف الصادرة عن الدول عن الدول دائمة العضوية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية صاحبة الدور الاهم في عملية الدفع بالسلام في اليمن من خلال الضغط على حلفائها وايضا على جميع الاطراف على اختلافهم هي وبقية الدول الاوروبية في مجلس الامن وكذا روسيا والصين وهذا يشكل حافز بالنسبة للمارتين جريفث وعامل دفع كبير جدا بالنسبة له للتحرك في الصنعاء وايضا في الرياض مع حكومة الرئيس هذه او حتى مع دول التحالف وفي مقدمتها السعودية لإقناعهم بالذهاب اتجاه الحل السياسي بنوايا صافية وبدون شروط وذلك لانهاء هذه الازمة وبالتالي هنا الحوثيون رغم انهم في لحظة من اللحظات وبنسبة كبيرة ايضا يعتقدون بان مثل هذه التصريحات من امريكا او غيرها الدعية الى السلام وايضا التحركات التي قبها مارتين جريفث هي في بعض الاحيان يقولون انها لغرض اعلامي والاستهلاك الاعلامي وذر للرماد على اليون لمواصلة عمليات العسكرية تحت غطاء انهم لديهم نوايا بالسلام وهذا استشهدون به على ما حدث في مدينة الحديدة مؤخرا بعد الدعوة للسلام ووضوح نوايا لإيقاف الحرب خلال 30 يوم الذي شهر نوفمبر الذي شارف على الانتهاء تقريبا نعيش الثلث الأخير منه يشاهد عملية تصعيد هي الاكبر باتجاه مدينة الحديدة ومخاوف كبيرة جدا من انقطاع العمل في ميناء الحديدة وتوقف المساعدات بفعل طريق قطع طريق الحديدة صنعاء الذي منه تخرج البضائع والسلع من ميناء الحديدة إلى صنعاء وإلى بكية محافظات الدولية هنا نتساءل مختار كيف لهذه الاجتباكات الجارية في الحديدة أن تؤثر على مفاوضات السلام أو ما سيقوم به غريفث اليوم في اليمن أو خلال فترة تواجده في اليمن لإنجاح عملية السلام التي يسعى إليها يوسف المعارك في الحديدة هي محورية خاصة بالنسبة للتحالف وأيضا بالنسبة لأنصار الله التحالف يقول أنه يريد السيطرة على مدينة الحديدة لدفع الحوثيين للذهاب نحو مفاوضات السلام وفرض ربما شروط إذعان عليهم في هذه المفاوضات بينما الحوثيون يستميتون في الدفاع عن المدينة بشكل قوي جدا ويظهرون بسارة قوية وتمكنوا إلى حد كبير من إضعاف قوة وزخم الهجوم لقوات التحالف وقوات الرئيس هذه والسيطرة عليه في حدود المدينة وبالتالي الكل يقاتل على أساس محورية المدينة وغريفث لديهم خطة بالنسبة للحديدة ولديه اتفاقات سابقة مع أنصار الله غير أن التحالف يرفضها ويصر وأيضا حكومة الرئيس هذه يصرون على خروج الحذينة بشكل كامل من المدينة بينما خطة أنصار الله التي قدموها لغريفث تقوم على أساس أن تقوم الأمم المتحدة بإدارة فنية للميناء وتذهب واردات الميناء كاملة إلى البنك المركزي بإشراف الأمم المتحدة تراكب الأمم المتحدة ذلك لكنهم مرفضون الخروج من المدينة بينما هم مطالبون بالخروج من قبل التحالف وبالتالي مارتين جريفث الآن ربما يستثمر في الخطة السابقة أو الاتفاقات السابقة مع أنصار الله للوصول إلى تسوية وكان قد عرض أو تتحدث عن هذا الموضوع أنه توصل الاتفاق مع الحوثين حول ميناء الحديدة ومدينة الحديدة وقال هذا في آخر إحاطة له قدمها لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي مراسل الحرة في اليمن مختار الشرفي شكرا جزيلا لك نبقى في الشان اليمنية حيث شارك تعداد كبيرة من صنعاء وخمس محافظات أخرى تحت سيطرة الحوثيين في احتفال جماهري بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي يأتي ذلك وسط اتهامات للجماعة باستغلال المناسبة لتحقيق أغراض سياسية حشود غفيرة من أبناء وقبائل طوق الصنعاء تجمعة مهرجان جماهيري إحياء للمولد النبوي في صنعاء وأكثر من خمس محافظات يمنية أخرى واقعة تحت سيطرة أنصار الله الحوثيين من بينها الحديدة وتعز وصعدة والجوف حضرنا من محافظات عمران من أجل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يجمع كلمة الأمة ويوحدنا على المحبة البيضة حضرنا إلى هنا لنثبت للعالم أننا ما زلنا متمسكين وسنظل بمنهج رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول منتقدو هذه الاحتفالية إن أنصار الله الحوثيين يوظفون هذه المناسبة سياسيا من ناحيتهم يعتبر أنصار الله الحوثيين المشاركة الواسعة في هذه الاحتفالات دليلا على ما أسموه تماسك الجبهة الداخلية خلال سنوات الحرب بوجه ما يعتبرونه عدوانا على بلادهم حضرنا في هذه الساحة تعطي رسالة للأعداء أن شعبنا اليمني العزيز سيكون مهما طال أمد العدوان أنكم ستذوبون شعبنا اليمني في توجه واحد وسيتحرك في موقف واحد لمقاتلتكم ويعطي رسالة أيضا للأعداء أنه كلما طال أمد الحرب كان حضورنا الجماهيري الواسع والكبير في الميدان أكثر وأكبر من أي سنة ومن أي وقت مضى دفاع عن أنفسنا وبلدنا وقد دعا زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي في هذه المناسبة إلى التمسك بحق اليمنين بالدفاع عن أنفسهم والاستعداد للسلام العادل والشامل على حد تعبيره هذه الطريقة الحاشدة والجماهيرية للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف جاءت بعد أن ظهرت جماعة أنصار الله الحوثيين الذين يقولون إنهم يريدون جمع اليمنيين بشكل قوي على نهج ومحبة والاقتداء بالرسول فيما يتهمهم قصومهم بأنهم يقيمون المناسبة بهذه الطريقة لاستغلالها سياسيا وإضار حجم وشعبية الجماعة مختار الشرفي الحرة الصنعاء ومن اليمن إلى قدس إذ أفاد مراسل الحرة هناك بأن عددا من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية توعدوا باحتلال قطاع غزة من جديد وتصفية القيادي في حركة حماس يحيى السنوار ونقل مراسلنا عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قوله إن إسرائيل قريب أكثر من أي وقت مضى من إعادة السيطرة على قطاع غزة أو جزء منه إذ كانت هذه الخطوة ستضمن أمن الإسرائيليين من جانبه قال وزير البناء والإسكان يؤاف جلانات عضو المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية إن أيام زعيم حماس في غزة يحيى السنوار أصبحت محدودة وأشار جلانات إلى أن إسرائيل ستختار التوقيت الملائم للقيام بعملية عسكرية في غزة وللتعليق على التصريحات الوزراء الإسرائيليين ينضم إلينا من القدس مراسلنا يحيى قاسم يحيى هل لك أن تضعنا في أجواء هذه التصريحات التي وردت عن وزراء إسرائيليين وكيف لها أن تؤثر على الهدنة مع حركة حماس في غزة بالفعل يوسف نحن نتحدث عن مؤتمر لصحيفة جيروزالين بوست عقدة في القدس وفي خلال هذا المؤتمر تحدث ثلاثة وزراء من داخل الكابينات وهم الوزير وزير الإسكانيو آف جالانت بالإضافة إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان ووزير الاستخبارات إسرائيل كاتس وجميعهم تحدثوا عن إمكانية التصعيد في قطاع غزة على سبيل المثال يؤاف جالانت قال أن أيام يحيى سنوار القيادة في حركة حماس هي محدودة بحسب تعبيره وأضاف أو أشار دعنا نقول إلى أن تصفيته واردة بالحسبان أو اغتياله وارد بالحسبان وقال أنه لن يصل إلى جيل الشيخوخة بحسب التصريحات التي أطلقها يؤاف جالانت هذا من ناحية ثانية أيضا تحدث وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان الذي قال أن إسرائيل قد تعود لاحتلال غزة أو جزء من غزة إذا خدم هذا الأمر مصالح إسرائيل الأمنية بعد هذه التصريحات التي أطلقت وصلنا قبل قليل من مكتب رئيس الحكومة أنه توجه للوزراء بعدم الإدلاء بتصريحات من هذا القبيل خاصة أنه كان هناك اتفاق في داخل الكابينيت بأن يتم الحفاظ على مثل هذه المعلومات أو مثل هذه التصريحات وعدم التطرق إليها لدوافع سياسية أو لأي دوافع أخرى لكن بالمرصاد كانت هناك رئيسة المعارضة سي بي ليفني التي اعتبرت أن هذه تهديدات فارغة عمليا لأنه في السابق استمعنا إلى تهديدات مماثلة وهي أضافت أيضا أن هذه التهديدات عمليا هي التي تضعف قوة الردع الإسرائيلية لأنه عندما تطلق مثل هذه التهديدات ولا يتم تنفيذها مثل ما حصل في المرات السابقة فهذا يعني أن قوة الردع لدى إسرائيل تغيرت وأضافت أيضا تسي بي ليفني في خلال مؤتمر صحيفة جيروزا اليمبوست أنه لا يوجد سياسة واضحة للحكومة في كل ما يتعلق بالتعامل مع الشأن في قطاع غزة هذا من ناحية التصريحات لكن إذا ما شهدنا في خلال الأيام الماضية على الرغم من حديث التهديئة وعلى الرغم من الحديث عن وقف إطلاق النار لكن كنا قد شهدنا في الأيام الماضية اشتباكات على الحدود مع قطاع غزة وإن كانت هذه الاشتباكات عمليا ضئيلة للغاية ولكن في بعض الأحيان هذه الاشتباكات تنزلق وتتطور إلى إشياء أكبر من ذلك خاصة عندما تكون هناك ربما محاولات لاقتحام السياج الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة نعم يحيى هناك بعض الأنباء تقول أن حركة حماسة تتوجه إلى القاهرة طبعا مع حركة فتح أيضا لمحاولة تشكيل حكومة وطنية ألا يعطي ذلك بصيص أمل لتسوية مع إسرائيل إذا تم تشكيل مثل هذه الحكومة ربما العكس صحيح في حال تكون هناك حكومة وحدة وطنية كما حدث في السابق عمليا نحن نتحدث عن محاولات سابقة كانت للفلسطينيين بإقامة حكومة وحدة وطنية ولكن موقف حكومة إسرائيل في تلك الأوقات هي كانت أن إسرائيل لا يمكنها أن تتفاوض مع حكومة يتواجد فيها حماس كشريك ائتلافي في داخل السلطة الفلسطينية وبالتالي هي ترفض الحديث مع حكومة وحدة وطنية ولكن من ناحية ثانية أيضا على النقيد هي ترفض الحديث مع السلطة الفلسطينية أو على الأقل تقول أنه لا يوجد شريك في الجانب الفلسطيني وبالتالي التوصل إلى تهدئة أو ربما التوصل إلى حكومة وحدة وطنية هذا لا يصب في صالح إسرائيل بحسب ما تقول الحكومة وربما هذا يضعها أمام استحقاق المفاوضات مفاوضات السلام الذي تقول المعارضة ويقول أقطاب من أحزاب اليسارة أن الحكومة تتهرب من هذا الأمر لأنه في حال دخول بن يمين نتنياهو إلى مفاوضات السلام فهذا الأمر يعني تفكك حكومته لأن حزب البيت اليهودي قال واضحا لن تقام دولة فلسطينية إذا كان شريك في الاتلاف من القدس مراسل الحرة يحيى قاسم شكرا لك في موضوع آخر يتعلق أيضا بإسرائيل ذكرت مصادر أو الصحافة الفرنسية أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت صباح اليوم مخيم شعفات في القدس الشرقية تنفيذا لأمر من بلدية القدس بهدم 16 متجرا بحجة البناء غير المرخص وقالت الوكالة أن القوات الخاصة الإسرائيلية انتشرت على أسطح المنازل في الطرقات وأغلقت مداخل المخيم ومخارجه ومنعت الناس من الدخول والخروج من المنطقة خلال عملية الهدم ووقع الوكالة فقد اندلعت صدامات بين عناصر الشرطة والشبان الفلسطينيين في غضون لذلك نقل مراسل الحرة في القاهرة عن مصدر أمني قولها أن وفدا من حركة حماس سيصل اليوم للقاهرة وقال مراسلنا أن وفدا حماس سيلتقي مع الأجهزة الأمنية المصرية يوم غد لاستكمال ملف المصالحة الفلسطينية وسب الرفع الحصار عن غزة من جهته كشف قيادي في حركة فتح أن وفدا من الحركة سيصل القاهرة غدا لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وتمكينها من مزاولة عملها في غزة دعت منظمة هومن رايتس ووتش موقع بوكينغ دوت كوم إلى أن يحضو حدوة منصة اير بي ام بي وينسحب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في وقت اعتبرت إسرائيل الخطوة مخجلة وهددت باتخاذ إجراءات قانونية حجز شقة في مستوطنة إسرائيلية عبر تطبيق اير بي ام بي لم يعد متاحا بعد اليوم فالشركة الأمريكية أزالت جميع المستوطنات في الضفة الغربية من قوائم تطبيقها استجابة لدعوات تطالب بمقاطعة المستوطنات كونها أراض غير قانونية تحتلها إسرائيل وتقود وفق مراقبين عملية السلام في الشرق الأوسط الأوسط الفلسطينية رحبت بقرار الشركة داعية شركات السفر إلى مزيد من المقاطعة فيما عدت وزارة السياحة الإسرائيلية هذه الخطوة أسوأ استسلام للمقاطعين وتعتبر إسرائيل الدعوات للمقاطعة بالنهج المتحيز للصراع مهددة بإقامة دعوات قضائية ضد الشركة في الولايات المتحدة من جهتها دعمت هيومان رايس ووش هذه الخطوة وحثت الآخرين مثل بوكينغ دوت كوم على أن تحذو حذو إير بي أم بي بعنوان سرير وفطور على أرض مسروقة نشرت المنظمة تقريرها عن مواقع شركات الحجز على الإنترنت التي توفر مساكن للإيجار في المستوطنات ويعيش نحو أربعمائة ألف إسرائيلي في المستوطنات في حين يعيش نحو مائتي ألف مستوطن آخر في مستوطنات في القدس الشرقية الحرة اليوم مستمرة وفيها بعد قليل مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة اليوم لبحث ملف حزب الله بعد معطيات إسرائيلية بوجود مخازن أسلحة للحزب في بيروت وعدد من الملاطق اللبنانية مقتل أكثر من 25 عصرا من مسلحي داعش في قصف للتحالف على الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم في ريفي ديرزول الشرقي أهلا بكم مجدداً فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسعة أفراد وكيانات من إيران وسوريا وروسيا بتهمة المشاركة في شبكة معقدة سمحت إيران ببيع النفط لسوريا وقال وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو في تصريح له أمس أن هذه التدابير توجه رسالة واضحة لكل من يحاول انتهاك العقوبات على إيران الولايات المتحدة أقرت عقوبات على شبكة عالمية يستخدمها النظام الإيراني وروسيا لتزويد الحكومة السورية بالملايين من براميل النفط مقابل ذلك يسهل النظام السوري نقل المئات من ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي يحولها بدوره إلى منظمات إرهابية كحماس وحزب الله الولايات المتحدة وعبر جهودها المستمرة لن تسمح بازدهار هذه الصفقات الوسخة ولن يسمح لإيران باستغلال النظام المالي العالمي وإقفاء منابع عائدات تستخدمها في تمويل نشاطات إرهابية ومساعدة ميليشيات طائفية وانتهاك حقوق شعوب وتهديد استقرار المنطقة أيضا في إيران يستمر العمال في مدينة الأخواز الإيرانية بالتظاهر احتجاجا على الفساد وقمع النظام الإيراني لهم ويطالب العمال المتظاهرون بصرف مستحقاتهم ورواتبهم منذ أشهر عدة هذه غضبة العمال الأحوازيين أمام المصرف الوطني الإيراني بين حين وآخر يخرج المتظاهرون بمطالب دافعها الفقر والبطال والفساد هنا ينظر النظام الإيراني لهذا الحراك على أنه إثارة للشغب ومن خلفه يقف المندسون كما يصفهم والحقيقة أن شوارع الأحواز لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد بمطالب متكررة لا تلقي لها السلطات بالاً مطالب تتراوح بين الدعوة إلى وقف التمييز وبين مسيرات تواكب حراكات الإيرانيين من قوميات ومناطق مختلفة وبين اعتراضات على ما يعتبرونه عنصرية رسمية ضد العرب مثل إساءات القنوات الرسمية لهم أو إنكارها لتاريخ الأحوازيين بمرور الوقت تأخذ هذه المطالب سياقات سياسية تصبح فيما بعد شعارات أكثر جرأة في تحدي النظام لعل ما يعكس ذلك شعار لم يعد السجن والتهديد يؤثر الذي حمله عمال مصنع قصب السكر المضربون عن العمل منذ أسبوعين غير أبهين بإجراءات النظام القمعية ربما لن تكون هذه الاحتجاجات هي الأخيرة في الأحواز لكن الصمت الدولي المريب حيال هذا الحراك يثير تساؤلات حول السيناريوهات التي ترسم مستقبل الاحتجاجات في هذا الأقليم يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلستان لبحث المعطيات التي طرحتها إسرائيل بخصوص وجود مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية ويرى مراقبون أنه بغض النظر عن صحة وجود المخازن التي تحدثت عنها إسرائيل فإن السلاح غير شرعي للحزب يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط على المنطقة بل على لبنان نفسه وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جروتيش قبل أسابيع من أن حزب الله قادر على جر بلاده إلى الحرب دعيا إلى نزع سلاحه جانب آخر قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 25 عنصرا من مسلحي داعش قتلوا في قصف للتحالف على الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم في ريف دير الزور الشرقي وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف دمرت عربة مفخخة للتنظيم قبل وصولها إلى حقل التنك النفطي على الضفاف الشرقية لنهر الفرات كما أفاد المرصد أن قتل وجرح سقطوا من قوات سوريا الديمقراطية جراء استهداف حاجز عسكري لهم في ريف دير الزور الشرقية كما أعلن المرصد مقتلى عنصر من القوات النظامية وإصابة آخرين في قصف من مسلحي المعارضة لمنطقة جبل التركمان في ريف محافظة اللاذقية وقال المرصد أن عدد قذائف سقطت على أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات النظامية دون ورود معلومات عن إصابات فيما ردت القوات النظامية على القصف بقصف مواقع المعارضة في مناطق الهدنة بأرياف حلب وحمى وإدلب تزامناً مع احتفال المنظمات الدولية باليوم العالمي للطفل يعاني ألاف الأطفال اللاجئين في الأردن من حرمانهم من حقهم في التعليم بعد قطع المساعدات عنهم من قبل منظمة اليونسيف التي تعاني بدورها من عجز في ميزانيتها فوق خزانة الملابس هذه تركت حقائب المدارس بعد حرمان أطفاله من التعليم والد البنت هو اللاجئ السوري محمد الحموي الذي يصارع في هذه الغرفة الصغيرة في العاصمة الأردنية عمان المرضى في ظروف قاسية منعته من تلبية مناشدات أولاده بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة بالأول كان يساعدوني اليونسيف كان يعطوني أنا كل طفل عشرين دينار أطعوا عني من سنة الماضية أدفع عشرين الباص والعشرين الثاني يعني دفاتر لا يختلف حال أبو خالد عن غيره من اللاجئين السوريين الذين حرم أبناؤهم من التعليم هذا العام بعد قطع المساعدات عنهم من قبل الأمم المتحدة معضلة دفعت الجهات الرسمية والدولية إلى المطالبة بدعمها بشكل فوري من أجل إعادة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية في اليوم العالمي للطفل حيث احتفلت منظمة اليونسيف بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة باليوم العالمي للطفل بمشاركة المئات من الأيتام واللاجئين من أجل تسليط الضوء على حق الأطفال في التعليم وإبعادهم عن الصراعات والحروب تحت شعار أنقذوا الأطفال ينبغي التركيز على التعليم والتأكد أن كل طفل ذكر أو أنثى له الحق في التعليم الذي ينبغي أن يكون أعالي المستوى المجلس الوطني الأردني لشؤون الأسرة يسعى هذا العام إلى تشريع قانون جديد لحماية حقوق الأطفال من العنف في ظل وجود حاجة كبيرة إلى إيجاد بيئة صحية ومدرسية حامية للأطفال ما زلنا نعتقد بأن نوعية الخدمات المقدمة لحماية الأطفال بحاجة لجهود أكبر نحن حاليا نعم نشتغل على أن يكون لدينا قانون حقوق الطفل تأخرنا فيه ولكن إن شاء الله أنه يرى النور قريبا في المسود النهائية وفي ختام احتفال يوم الطفل العالمي اختارت ليونسف أصغر روائية أردنية ومغنية أوبرا كسفيرتين للمنظمة هذا العام في الأردن حيدر العبدالي الحرة والآن نتحول إلى تطورات قضية مقتل الصحفية السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جميع الحقائق المحيطة بمقتل خاشقجي قد لا تعرف أبدا مشيرا إلى أن الأجهزة الاستخباراتية تواصل تقييم كل المعلومات المتعلقة بذلك وقال ترامب أن ولي الأهد السعودي محمد بن سلمان من الممكن جدا أن يكون على علم بالجريمة أو على غير علم مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن ستظل شريكا راسخا للسعودية وأضاف ترامب أن للكونغرس الحرية في اتخاذ موقف مخالف إزاء سعودية وأنه سيدرس الآراء التي سيطرحها أعضاؤه شرط توافقها مع الأمن القومي الأمريكي بالنسبة لي المسألة تتعلق بأمريكا أولا لن نتخلى عن مئات المليارات من الدولارات لروسيا والصين الأمر بالنسبة لي ببساطة هو مصلحة أمريكا أولا لو قطعنا علاقتنا مع السعودية فإن أسعار النفط سترتفع السعودية ستساعدنا على الحفاظ عليها منخفضة إنني أود أن أرى أسعار النفط وقد انقفضت عما هي عليه الآن بالنسبة لي أيضا المعادلة بسيطة جدا وهي لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وإذا تخلينا عن السعودية فسيكون خطأا جسيما من جهة أخرى طالب زعيماء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن تدرس إدارة الرئيس ترامب تفعيل بند في قانون ماغنسكي الدولي للمحاسبة في قضايا حقوق الإنسان وبعث سنتر الجمهورية بوب كوركر وسنتر الديمقراطي بوب ميننديز رسالة لترامب يطالبان بتفعيل هذا البند الذي يلزم الرئيس بتحديد إن كان أجنبي مسؤول عن اتهاك لحقوق الإنسان في موضوع آخر انتخب الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا للشرطة الجنائية الدولية الانتربول في ختام اجتماعات المنظمة في دبي اليوم ويأتي انتخاب الرئيس الجديد بعد اختفاء سلفه في الصين قبل أكثر من شهر الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا للشرطة الجنائية الدولية انتربول عملية انتخاب الرئيس الجديد للانتربول التي تتخذ من ليون الفرنسية مقرا لها تمت في ختام الدورة السابعة والثمانين للجمعية العامة للانتربول في دبي بمشاركة 1300 مندوب منهم اربعون وزيرا وخمسة وثمانون رئيسا للشرطة يمثلون 192 دولة من جميع انحاء العالم هدف الجمعية وهو جعل العالم اكثر امانا واستقرارا مترابط بالتعاون الدولي بين الاجهزة الشرطية وهو الذي ساهم عام 2017 وحده في تكوين قاعدة بيانات كبيرة للانتربول تم من خلالها تحديد اكثر من 40 الف ارهابي اجتماعات دبي المغلقة نقش خلالها من دبو الانتربول البرنامج العالمي لمكافحة التهديدات الارهابية والجريمة العابرة للحدود والتقدم الذي تم احرازه في هذه المسائل في موريتانيا تلجى النساء المطلقات الى سوق خاصة بهن لباية اغراضهن المستعملة وإعالة ابنائهن السوق التي عرفت بسوق الرحمة ثم بعد ذلك بسوق المطلقات انشئت منذ حوالي ثلاثة عقود وتعمل فيها حاليا النساء المطلقات وغير المطلقات ايضا ام الممنين اوقي دومة سوق المطلقات كما تعرف هنا واحدة من اوائل النساء المطلقات اللواتي اسسن هذه السوق لم تعد ام الممنين كغيرها من المطلقات تحمل في يدها ما تبقى من اثاث بيت الزوجية لتبيعه بل اصبحت تاجرة معروفة وصاحبة محل كبير هذا السوق انشئ من طرف نساء المطلقات يسمى سوق الطلاق تزدحم عليه النساء بحثا عن وسيلة شريفة للعيش حيث تغيب طرق الدعم الاخرى وبما ان مصائب قوم عند قوم فوائد فقد اصبحت السوق قبلة للباحثين والباحثات عن شراء حاجيات منزلية باسعار مخفضة مما تجلبه النساء المطلقات الى السوق ولكن في المقابل هناك من المتسوقين من يأتي الى السوق لمساعدة النساء المطلقات هنا جاء السوق المطلقات هنا تنشيم عندهم داعمتهم وغاجموا ان شاء الله عند جهات المعنية انها تدعمهم بهم اللي يوصلوا الهدف بشرف عندنا العيال والتركة اللي نصرفوا عليهم الحمد لله في المدارس نصرفوا عليهم في كل حامدين مولانا وشاكرين الحكومة تقول انها تعفي السوق من الضرائب البلدية وتيسر بعض القروض الصغيرة للنساء من اجل مساعدتهن على انشاء مشاريع تجارية صغيرة هناك قطاعات كبيرة تساهم في المرأة تحظى بالتميز الاجابي تشجيع المبادرات الشخصية حماية الحقوق تمويل مشاريع المدلل الداخل يكفيك اذا قلت لك بان النساء المستفيدات من تملك الاراضي يشكلنا حوالي 70% سوق المطلقات انشئة في ثمانينات القرن الماضي في العاصمة نواقشوت في شكل محلات صغيرة لبيع امتعة النساء المطلقات لكنها اتسعت مع مرول الوقت واستقطبت تجارا وتاجرات من غير المطلقات رغم ازدهار هذه السوق في هذا الحي الشعبي فانها تعكس جانبا مظلما من تداعيات الطلاق في موريتانيا من جهة واصرار المرأة على نيل لقمة العيش الكريمة من جهة اخرى محمد فاضل الحرة نواقشل الحرة اليوم مستمرة وفيها بعد قليل اليونسكو يقيم منتدا في العاصمة الفراسية باريس يتناول كيفية تعاطي وسائل اعلام مع الارهاب في تقليد سنوي بمناسبة احتفالات عيد الشكر في الولايات المتحدة ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن دي كين روميين اهلا بكم من جديد نظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس متدا تداول تعاطي وسائل اعلام مع الارهاب لا سيما معايير اعادة او اعداد التقارير المهنية وحرية المعلومات والامنة وايضا في موضوع اخر نعقد في من خلال تغطيات ميدانية ابرزها في حلب حيث اصيب وفقد احدى عينه يزتذكر زكريا مصاعب العمل الصحفي في مواجهة الارهابي سواء كان من دولة او تنظيمات اذ ان هاجس الاصابة او الموت يلاحقان كل صحفي يعمل في الميدان لما تصوبت صرت احب الحياة صرت اخاف اكتر حتى يعني فترة بقائي بحلب خمسة ايام لحتى اطلعت ع تركيا صرت اخاف من صوت الطيارة صرت احب الحياة اقول له ما بدي اموت يعني لست بكير القيم التي تحكم عمل الاعلام في مواجهة الارهابي موضوع المنتدى الذي نظمته اليونسكو حيث تم استعراض الضغوط التي تمارس على وسائل الاعلام لاجتذاب المشاهدين من خلال التركيز على تفاصيل العمليات الارهابية واعمال العنف والاثارة والسعي للصبق الصحفي حتى من دون التأكد من دقة وصحة المعلومات المنشورة لذا طالب المشاركون بضرورة الشروع في حوار مع وسائل الاعلام بشأن انجاد حلول لهذه المعضلات التي من شأنها ان تشيع اجواء الفزع في اوساط المجتمع بالطبع يمكن للصحفي ان يعمل بحيادية خاصة اذا ملتزم باصول المهنة خصوصا وان التحديات كبيرة في زمن وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون هي مصدر الخبر الصحفي والذي قد يكون هاما وحقيقيا وموثوقا الا انه قد يكون ايضا غير صادر عن مصدر متخصص ولم يكن هناك امكانية للتحقق منه لذا المطلوب تقديم الاحداث للرأي العام ليعرف حقيقة ما يحصل وبطريقة امينة للحدث وخلص الخبراء الى ضرورة قيام الاعلام بتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة والمتوازنة حتى لا يكون لها عواقب على سلامة المواطنين او حرياتهم الشخصية وعدم نشر الخوف والرعب عن طريق تغطية اعلامية غير مسؤولة او عن طريق البث المتواصل لاخبار عاجلة مرتبطة بهذه الاحداث وتكرار الاخبار ذاتها مرارا الاشكالية التي برزت في هذا المنتدى هي كيفية تبليغ صحفي عن مشاهد مثيرة ومشحونة عاطفيا من دون ان يحض على القراهية ومن دون تعزيز الصور النمطية للانقصام في المجتمع والتي قد تؤثر على حيادية هذا الصحفي طوني شمي الحرة باريس من فرنسا الى بلجيكا اذا انعقد في البرلمان البلجيكي في بروكسل لقاء جمع اعضاء مجموعة العمل البرلمانية الدولية الداعمة للأكراد لمناقشة مصير عائلات الاوروبيين في تنظيم داعش الارهابي والوضع الصعب لزوجاته واطفال المقاتلين في صفوفه من مناطق الصرعات حيث مخيمات احتجاز ارامل واطفال داعش الى مقر البرلمان البلجيكي جاء البروفيسور خيرت لوتس ليقدم تقريرا اعده مع بعثة طبية بلجيكية خلال نقاش حول هذا الملف تحت عنوان عائلات الدواعش من الاوروبيين في رجافة اين الحكومات الاوروبية الامر يتعلق باطفال وارامل في معسكرات احتجاز وتقريرنا يؤكد على انهم يعيشون في ظروف صعبة في اماكن لا تسمح للاطفال ان يكبروا في ظروف طبيعية ويجب اعادتهم بسرعة لدمجهم في المجتمع البلجيكي انه الوقت المناسب الان لاعادة هؤلاء دون تأخير النقاش تضمن ايضا مداخلة لممثل قوات سوريا الديمقراطية الكردية الذي طالب بضرورة تحرك السلطات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل لزيارة المحتجزين ومحاولة اعادة من جديد وتضمن النقاش طرح اسئلة حول الوضع الانساني داخل معسكرات الاحتجاز على الحدود بين سوريا وتركيا الهدف من تنظيم النقاش داخل البرلمان البلجيكي هو لفت الانظار وتوجه رسالة الى السلطات حول وضعية العائلات التي التحقت بداعش وذلك لاعادتهم من هناك بالتعاون مع السلطات التي تحكم مقضتها على مناطق حدودية في شمالي وشرقي سوريا لتحقيق هذا الامر وفق خطوات منظمة ومدروسة النقاش والجدل حول عودة ارامل واطفال الدواعش الى بلجيكا مستمر منذ اسابيع وخاصة في عقاب الاعلان الرسمي من جانب الحكومة عن رفضها عودة الارامل والسماح فقط للاطفال الاقل من عشر سنوات بالعودة الى البلاد واشترت السلطات ان يتقدم الاطفال بطلبات للحصول على موافقة من القنصليات البلجيكية القريبة من مناطق الصراعات يتزامن هذا النقاش مع اليوم العالمي للطفل وقد اتخذت لحكومة خطوات للحد من عودة عائلات الدواعش واشترطت عودة الاطفال الاقل من عشر سنوات يجب الاهتمام بهؤلاء الاطفال واعادة ادماجهم في المجتمع وهناك مخاوف لدى السلطات من عودة الاكبر من عشر سنوات او امهاتهم تحسبا لان يكون هؤلاء قد تعرضوا لعمليات غسل دماغ يمكن ان يشكلوا تهديدا للمجتمع في وقت الناحق سلمت البعثة الطبية البلجيكية التي زارت معسكرات عائلات الدواعش نسخة من تقريرها الى وزارات العدل والداخلية والخارجية في بروكسل في انتظار تحرك سريع منهم للتعامل مع هذا الملف عبدالله مصطفى الحرة بروكسل ومن بروكسل الى الولايات المتحدة اتواجه الهان عمر اول نائبة ترتدي الحجاب في الكونغرس الامريكي عقابة في مجلس النواب اذ تمنع قواعد المجلس ارتداء القبعات او اي غطاء للرأس تاخل قاعاته ويسعد ديمقراطيون الى تغيير هذه القاعدة قبل استلام الهان عمر لمنصبها مطلع العام المقبل الهان عمر اول امرأة تلبس الحجاب في مجلس النواب الامريكي سوف تستلم منصبها رسميا مطلع العام المقبل لكنها تجد نفسها امام عقبة اساسية وهي قواعد المجلس التي تمنع منعا باتا اعتمار القبعات او اي غطاء للرأس فكيف ستتمكن عمر من اتمام مهامها الجواب كان في طرح تقدم به الديمقراطيون لتغيير قواعد المجلس تحديدا بند مرر باجماع المجلس في العام 1837 والذي ينص على التالي يمنع كل نائب وكل شخص موجود داخل قاعة مجلس النواب من اعتمار قبعة خلال فترة عقاد المجلس وفي حال خرق هذه القاعدة على المسؤول عن امن الكونغرس اتخاذ الخطوات الكافية لاعادة النظام الى قاعة المجلس يرجح ان يتم تغيير هذه القاعدة من دون معارضة تذكر فهي قاعدة تنطبق على مجلس النواب اذا مجلس الشيوخ لن يحتاج للتصرف وبما ان الديمقراطيين يتمتعون بالاغلبية في مجلس النواب الجديد فهذا يعني انه اذا ارادت القيادات الديمقراطية تغيير القواعد فسوف تتمكن من ذلك عمر تحدثت عبر تويتر عن هذه القضية حيث قالت لا احد يضع الحجاب على رأسي غيري انه خياري خيار يحميه البندو الاول من الدستور وهذا لن يكون اخر حظر سوف اعمل على رفعه وكانت عمر تحدثت للحرة عن التحديات التي تنوي مواجهتها في الكونغرس انا متشوقة للتعرف الى الاعضاء الجدد والى المواهب المختلفة التي لديها مسؤولية العمل على استعادة ديمقراطيتنا انا متحمسة لبناء علاقات بناءة وجاهزة للعمل الذي يواجهنا يذكر ان النائبة الديمقراطية فردريكا ويلسون حاولت سابقا الاعتراض على هذه القواعد لانها معروفة بشغفها باعتمار القبعات لكن محاولاتها باءت بالفشل مع مطلع العام المقبل يستقبل مجلس النواب اول نائبتين مسلمتين رشيدة طليب والهان عمر عمر ليست اول نائبة ترتدي الحجاب فحسب بل هي ايضا اول نائبة مهاجرة من اصول صومالية رانا ابتر الحرة الكونغرس مستمرون في الشأن الامريكي اذ يدرس رئيس الامريكي دونالد ترامب منح صلاحيات اضافية القوات الامريكية الموجودة قرب الحدود مع المكسيك والتي يتجاوز عددها خمسة الاف عسكري يتزامن ذلك مع وصول الاف المهاجرين الى بلدة تيوان القريبة من الحدود مع ولاية كاليفورنيا الحدود المشتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي تمتد لأكثر من ثلاثة الاف كيلومتر اصبحت منذ عقود معبرا لالاف المهاجرين غير الشرعيين ممن تقطعت بهم سبل الحياة بالاضافة الى شحنات الاسلحة وصفقات المخدرات منذ خمسة اسابيع توجهت قافلة من المهاجرين معظمهم من هندراس قوامها خمسة الاف وخمسمائة شخص من جميع الاعمار باتجاه هذه الحدود وقد وصل نصفهم الى مدينة تيخوان المكسيكية قرب الحدود الجنوبية لولاية كاليفورنيا غربية الولايات المتحدة ومع اقتراب هؤلاء الالاف من الحدود وضعت السلطات الامريكية الحواجز المعدنية والاسمنتية وشبكات الاسلاك الشائكة على جانبي معبر مهم على الحدود مع المكسيك للحيلولة دون دخول القافل الاراضي الامريكية كما وقع الرئيس الامريكي مرسوما يسمح برفض تلقائي لطلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون عبر الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني والذين سيتم ترحيلهم بشكل تلقائي ايضا هذا المرسوم رفضه القضاء الامريكي باصداره حكما بالتعطيل المؤقت على اعتبار انه يخالف قوانين اللجوء ونقل التقارير اعلامية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الامريكي البنتاجون ان ترامب صدد منح القوات العسكرية المنتشرة على الحدود صلاحيات جديدة بمواجهة كل مهاجر يلجأ الى العنف لعبور الحدود واضافت مصادر قريبة من هذه الخطة المرتقبة ان الصلاحيات تشمل ايضا حماية الممتلكات والمباني الحكومية حتى هذه اللحظة لم تخول القوات العسكرية التي انتشرت قرب الحدود مع المكسيك والتي يبلغ عددها نحو سبعة الاف جندي لم تخول بالتدخل العسكري لدعم وحدات حرس الحدود يأتي ذلك بينما اعلن مسؤولون في وزارة الامن الوطني بان الوزارة بدأت بجمع معلومات من مصادر متعددة بما في ذلك مسؤولون في الحكومة المكسيكية بخصوص وجود تحرك على شكل افراد او مجموعات تستعد للتوغل الى داخل الاراضي الامريكية عبر موانئ كاليفورنيا بالاستفادة من طرق عبور وسائل النقل وتعكف وزارة الدفاع الامريكية منذ ايام عدة على التوصل الى صيغة تدخل القوات العسكرية لحماية حرس الحدود في حال تعرض الاخير لاعتداء ومن المتوقع ان يدخل البنتاجون وقيادة قوات المنطقة الشمالية تعديلا على الضوابط التي تنظم استخدام القوة في المهمات الحدودية وثمت اتفاق على ان التعديل لن يتناول تغييرا لصلاحيات القوات في استخدام القوة مع من يعبر الحدود وبمناسبة عيد الشكر اصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب عفوا رياسيا عن ديكاني روميين اسمهما بازلاء وجزر وذلك وفقا لتقريد سنوي تتميز به احتفالات عيد الشكر في الولايات المتحدة الدكان الروميين المخضوضان لهذه السنة اتايا من مزرعة في ولاية ساوت ديانا داكوتا وسيطيان بقية حياتهما بامان في حديقة بجامعة فيرجينيا التك بولاية فيرجينيا كثيرة هي مسؤوليات الرؤساء الامريكيين وصلاحياتهم وقد لا يخطر على بال المتتبع لنشاطاتهم ان من اهم تلك الصلاحيات واطرفها اصدار عفو رئاسي من نوع خاص ان عيد الشكر هو وقت تقاليد امريكية عظيمة ونحن اليوم نواصل تقليدا خاصا يحصل فيه ديك رومي مخضوض على عفو رئاسي ولا تشعر باجواء عيد الشكر في الولايات المتحدة الا عندما تشاهد هذه الصور لرئيس البلاد وهو ينقذ ديكين روميين من سكاكين العيد بازيلا وجزر ليس وصفة لطبخة بالديك الرومي بل اسمي الديكين المحضوضين الذين نال عفو هذه السنة ولن يصبح وجبة على طاولة عيد الشكر سأصدر عفو رئاسيا عن بازيلا وجزر لكن يوسفني انني لا استطيع ان اضمن ان المحاكم لن تلغي هذا العفو تقليد سنوي يعتز الرؤساء الامريكيون المتعاقبون منذ الرئيس الاسبق ابراهام لينكلن على احيائه كل عام كفسحة ترفيهية تبعدهم للحظات نادرة عن متاعب السياسة والقرارات الجادة بعيدا عن حمى التسوق وتنزيلات الاسعار ودسم الديكين الرومي السمين يعتبر عيد الشكر مناسبة يجد فيها الامريكيون بمختلف دياناتهم الدفء الاسري الذي يدشن فترة اعياد نهاية السنة البهيجة هيشان بورارا الحرة البيت الابيض بانغام اندولسية صوفية تمتزج بين اكثر من موروط وتقافى في غرب المتوسط شارك الفنان البريطاني علي كيلر الطلب المسلمين في جامعة جورج واشنطن احتفالاتهم بالمولد النبوي من مدينة غرناطة التاريخية في اسبانيا الى واشنطن العاصمة الامريكية نقلت فرقة الفردوسة الموسيقية بعض تفاصيل الفن الاندلسي في قلبه الديني الصوفي الحضر كان متفاعلا بشكل كبير كلمات علي كيلر دينية اسلامية باللغة العربية في الاغلب وتستعيد اشعارا قديمة من مناطق اسبانيا الاندلسية والمغرب العربي والموريسيين في غرب المتوسط وحتى من تركيا العثبانية أما أنغام فرقة الفردوس ورئيسها علي كيلر فهي أيضا استعادة لتراث قديم في منطقة غرب المتوسط من فلامينغو وسيلتيك وموريسك وعربي وغيرها ويقول القائمون على الفرق إنهم دهشوا لنجاح جولتهم في مختلف مدن أمريكا من كمان إلى قانون وساكسوفون إلى الشيلو كل الألات مستعملة في أنغام علي كيلر والفردوس وهي بذلك تبتعد عما يعرف بالمدائح الدينية والابتهالات التي طالما اختصت بها الموسيقى الدينية الإسلامية قيل عن جولة فرقة الفردوس في الصحافة الأمريكية في زمن القلق ثمة موسيقى للإسلام أما علي كيلر في الدافع عن الفن الموسيقي بكل ما يحتويه من آلات وأنغام ومتعة بالتأكيد نحن غير مرحب بنا في كل مكان الآن هناك بعض الانفتاح من حيث استعمال الآلات في الموسيقى الدينية بالتأكيد في تركيا الأمر محسوم منذ زمن بعيد بالنسبة لاستعمال الآلات والأمر نفسه في المغرب حيث لنا قاعدة كبيرة نحن لا نقدم عملنا للجميع أنت تعرف الصوت بحد ذاته آلة موسيقية كانت هذه أنغام موسيقية دينية صوفية بكثير من التحديث والعصرنة سواء في الكلمات الأنغام وحتى الآلات الموسيقية وذلك ما تعتمده فرقة الفردوس ذات الأعضاء المتعددي الجنسيات والأصول والثقفات والذين في النهاية يلتقون عند طريقة صوفية واحدة هي الطريقة الوزنية التي يوجد مقرها في مدينة فاس بالمغرب خليل بن طويلة الحرة من واشنطن بهذه الأنغام الجميلة نكون قد وصل معكم إلى ختام الحرة اليوم هذا تذكير بأبرز العنام مع سمرار الاشتباكات المتقطعة في الحديدة المبعوث الأممي لليمن مارتين جرافت يصل صنعاء لاستكمال التحضير لمحادثات السويد وزراء إسرائيليون يتوعدون باحتلال قطاع غزة من جديد أو أجزاء منه وبتصفية القيادي في حماس يحيى السنوار في ظل الضغوط الأمريكية على إيران العمال في الأحواز يستمرون بالاحتجاج ضد سياسات النظام الإيراني وتأخير سداد مستحقاتهم وترامب يقول أن ابن سلمان ربما كان على علم بمقتل خاشخجي أو على غير علم ويؤكد أن السياي اي لم تتوصل إلى استنتاج قاطع بشأن ظروف مقتله هذه الأخبار وغيرها يمكنكم متابعتها على مواقعنا أو عبر مواقعنا على الإنترنت كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر